بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلاص احنا استقررنا على ان يوم الحد يبقى عندنا مشوار كده بنحاول نكمله ونحاول كمان نتكلم معاكم في امور مهمة تتعلق بتحصين البيوت تحصين البيوت من خطر زيادة نسب الطلاق بنتكلم عن اهم مسببات الطلاق وازاي نقدر نعالجها وازاي نقدر نحصن البيوت امامها النهاردة هنتكلم عن احد المسببات الصعبة اللي في الحقيقة صعوبتها لان هي في الحقيقة بتبقى خفية ما بتتعرفش غير لما الناس يتكلموا عنها ممكن تكون ظهرة من قبل الجواز من انفطة الخطوبة لكن بتفضل تسري وتستشري في البيوت من غير ما الناس يتكلموا عنها بشكل واضح لكن بتظهر بقى في افعاله ومتصرفاته ايه الحكاية تي؟ حجة ببساطة خالص هي تفاوت احتياجات الزوجين التعبير ده على فكرة ما بتكلمش بس عن الاحتياجات ما بتكلمش عن النيد بتكلم كمان عن تصورات الزوجين عن الجواز نفسه ففي فجوة في التفكير ما بين الزوجين مش بس عشان ده راجل ودي مرأة لا عشان الزوج ممكن يرى زوجته ما بتفهموش وهناك فرق بينه وبينها وبيقول لها انا فين وانت فين انا فين في التفكير وانت فين دماغي مش زي دماغك والزوجة شايفة ان زوجة مش شايفة انسانة كاملة وساعات مش شايفة انسة وساعات مش شايفة امرأة كاملة واني ناقصها حاجات كتير وبالتالي الزوج ممكن تجوز عليها مرة تانية هي لسه بتفكر في دماغها ما هو بدل مش شايفني امرأة كاملة أكيد هو هيروح يكمل دمع زوجة تانية عشان يكمل النقص اللي عندي هل التعرف على الاحتياجات بيكون قبل الجواز ولا بنتعرف عليه بشكل كامل بعد الجواز دي مش ديلمة يعني دي مش أزمة مش هي دي الأزمة هي المسألة ان احنا فعلا نكون عارفين زواتنا لان في كتاب الأحيين بيبقى كل طرف مش عارف احتياجاته فتفاوت الاحتياجات في بعض الأوقات بيكون ظاهرة من أول الخطوبة والتفاوت واضح وإحنا وعيين به تفاوت في الوعي تفاوت في الثقافة تفاوت في التصور عن الجواز والطموح ويا سلام بقى في التفاوت والطموح هي واحدة طموحة معاها واحد بيقول لها احنا عايزين نعيش نونو نونو جنب الحيط أو واحد طموح وزوجته مش في دماغها ده خالص أهم حاجة ناكن ونشرب وننام وبس وأوقات ما بيظهرش على فكرة التفاوت دوت من البداية لأن الاتنين في البداية بيكونوا مشغولين بالعواطف ومشغولين بالأحاسيس ومشغولين فقط بأنهم ما تظهرش أي فجوة بينهم ومش عايزين يسيروا أي مشاكل بينهم ويفضلوا عايشين في مسائل العواطف وما يسيروش النقاط اللي فيها اللي هم بيسموها الخلاف ساعتها وهي في الحقيقة بأن هي نقاط تنوع محتاجين نتكلم عنها وفترة الخطوبة بتبقى حلوة وبتعدي لأن احنا مش عايزين نتكلم غاية الكلام اللي بنتكلم عنه والإحتياجات العطفية أنا محتاجك تقول لي كلمة حلوة محتاجك تقول لي لكن محتاجك أن أنت تشاركني في حلمي ما بيتكلموش في ده قوي وأنتو حضرتكم معارفين ده أنا محتاجك تشاركني في أن احنا نأكد زواتنا فنبقى بنقدمين فاعلين أو أن أنا أحقق رسالتي ما بنتكلمش في ده كتير ممكن بعض الناس اللي عندهم معي يتكلموا في ده بشكل أو بآخر بس ما بيتكلموش في ده كتير وهنا بيبقى في حاجة مهمة جدا 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 إن احنا لازم نستحضر إن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مش فقط في الأمم الكبيرة ده بين الناس ولازم نبقى عارفين إن احنا لازم نتعارف بشكل صحيح لازم كل واحد فينا يعرف نفسه للتاني بشكل صحيح والتاني يتعرف عليه بشكل صحيح ويعترف إن ده من حقه إن هو يفكر في ده مش يقول له على فكرة ده كلام تافه ومش مهم على فكرة إنكرنا إن ده احتياج شخص ما بيخلوهش يسيب الاحتياج ده بيفضل الاحتياج بينه بتباني الفجوة إمتى؟ بعد الجواز وتزداد وتستمر في سنين الجواز كل شوية بالمناسبة الاحتياج غير المدار وأنا أكلمكم بعد شوية أنا بنتكلم عن الاحتياج إزاي الاحتياج غير المدار عامل زي كرة التلج أو أقول عامل زي كرة اللهب تفضل تاكل تاكل في العلاقة لغاية ما يحس الشخص إن فلان من شايفه فهو من حقه إن هو ما يشوفوش فالمرأة مثلا بتخرج شريك حياتها من حياتها وتبتدي تصنع حياتها لوحدها فالتفاوت في الاحتياجات ده بيتطور وما بيقفش في مكانه وبيستمر وبيحس الشخص إن عنده احتياجات ومش ملباه إنه عنده استحقاقات وما بياخدهاش ومع كل فترة بيتطور وهيبقى عنده استحقاقات أكتر وهنا بقى تتحول هذه الاحتياجات الغير ملباه إلى صراع ما بين الزوجين بيفضل كده يجوا يقولولي في الاستشارات الزوجية يجوا يقولولي أنا على فكرة إحنا خنقنا بيبقى على أشياء تافها آه على طول بيبقى عارف إن فيه تفاوت في الاحتياجات لأن هم مش عايزين يقولي إن هم عندهم احتياجات يعني أسأل لو هي عندها احتياج إن هي تحقق ذاتها في حاجة فهي لو تكلمت هيقول لها أنت ناقصك إيه فتسكت بس إيه اللي حاصل بس لو الأولاد لعبه فهو تكلم تقول له مالكش دعوة بالأولاد سيبه وميسرخه زي مموما عايزين يلعبه زي مموما عايزين مالكش دعوة أنت بندخلش في تربية الأولاد السبب على فكرة مش هو إن هم مختلفين على مسألة مين إن رب الأولاد إزاي لكن هي عندها احتياج غير ملبة فبيطلع بالطريقة دي فلازم الزجين العلاقة اللي بينهم يبقى هو عارف هي عايزة تطلع إيه وهي عايزة تطلع إيه بشكل صحيح ويبقى هو شايف إن حياتها في بعض الأحيين بسيطة وهو طموح في إيه اللي حاصل فكل ما ييجي يكلمها يعبر لها عن إن هي تفهة بأشكال متعددة وإن هي ما بتشاركوش طموح فتزيد الفجوة خالص لو هو شايف نفسه جدير بالنجاح وهي شايفة وهو شايفة بعيدة عنه قوي عن النجاح فتحاول الزجة من مشاركة من مشاركة ليه في النجاح والصعود والمساعدة فيه على أداء وظافه إلى وظايف ختمية بقى لما الإنسان ما بيبصش ليشريك حياته بكل جوانبه بيحاول يرسم ليشريك حياته جزء كده يحطه في مربع معين فتبقى الصورة دي صورة خاصة لأدوار خاصة في الأسر ويبتدي يعزم بعض الأدوار فطالما هي ما بتشجعوش وما بتكونش معاه في طموحه وما بتشاركوش في طموحه يزود هو في جانب معين مثلا ويزود في حق من حقوقه فمثلا إذا كان عنده احتياج مبالغ فيه في العلاقة الخاصة يحطه بقى في الوكر ده الوكر العلاقة الخاصة فيبقى انت عليك ان انت تزود ده عشان توفي بانك انت ما بتشاركنيش في طموحي ويبقى ده اللي هيعمل عنده المعادلة ودي أسوأ فكرة في موضوع تفاوت الاحتياجات ان انت تحط شريك حياتك فيه دور وتحبسه فيه لان انت شايفه انه هو ما بيلبيش احتياجاتك في الأشياء الأخرى مش هو دهت اللي تكلم عنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا ده هجران وده فجوة وده كسر الخواطر وده أزى رسول الله سلم لما قال لا يفرقوا مؤمنة اذا كره منها خلقا رضي منها رضي منها الآخر ده معناء الرضا ان انت مش انك تعقبها بانك انت تحبسها في دور معين في حياتها ولا ان هي تعقبك فتحبسك في دور معين في حياتك لان الجواز في الحقيقة مش معادلة اذا كنت مقصر في ده انا عظم لك دور في ده عشان تعمل الخسارة الجواز مش معادلة الجواز معاملة ومعاملة لله قبل ما بتعامل زوجتك هل كان في مقارنة بالمقام النبوة مقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسافة بين مقام النبوة ومقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع السيدة خديجة تعامل من يحتاج الى ام واظن ان بداية تسميت امهات المؤمنين جاي من السيدة خديجة الكبرى لمامت بدور الام لما نزل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول زملوني زملوني دسلوني دسلوني فتقابلوا السيدة خديجة بهذا الحنان الوفير فتقولوا والله ما يخزيك الله ابدا يا سلام على هذا الدعم الرائع وهذا الدور الراق من السيدة خديجة ثم يأتي للسيدة عائشة ويبقى في نموذج الزوجة الابنة فينم في حجرها صلى الله عليه وسلم ويلعبها ويسابقها وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل الى رفيق الاعلى فتقول السيدة عائشة ما انتقر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اخر عهد برسول الله انه ما انتقل الا وهو من بين صدري ونحري ومن كتر التبسطه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته قالت السيدة عائشة له لما كان جاي سيدنا اوبكر يحكم بنا وبين سيدنا رسول الله صلى بيقولها تب من يتكلم قالت له تكلم انت ولكن قل ولا تقول الا صدقا فسيدنا اوبكر كان هيهم بيها هيفتك بيها هيدربها فرحت تستخب بيها ورحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انا رأيتي كيف حميتك من الرجل ايه كل الجمال والحلاوة اللي علمها ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فاللي حاصل ان بابي هو امي صلى الله عليه وسلم وكمان يصل الحال ان هو ياخد برأي ستنا مسلمة لما يشاورها طب ده كله ليه عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اداب عدم تكريس الفجوة هي عندها احتياج زوجاته كان عندهن احتياجات فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لباه السيدة عائشة عايزة احتياج الى الانطلاق والتعلم فاتح لها ده ان تستمر السيدة خديجة انها كبيرة قومها وانها بتمارس هذا فيعطي ان تكون السيدة ومسلمة مشيرة يعطيها كل هذا فالمسألة ان عندنا وهم لازم نفهم ان زواجي اسمه فيه حاجة كده في الجواز اسمه واهم التفاوت ان احنا بنتجوز بعض كلنا على بعض مش جزء وجزء تاني وجزء اللي يتعامل به مع الناس بالتفصيل في العلاقات بيهلك احنا بنتعامل مع بعض كده جملة لان لو تعملنا مع بعض تفصيلا هنخسر بعضنا حتى في العلاقات اللي بيننا وبين بعض ولذلك هنا الزوجة لما ما تقدرش تواكب حركة تطور شخصية زوجها وبقى مركزه كبير قوي في الوظائف الخدمية فقول لها مثلا هي مش ايمة بواجباتها في البيت كويس ومش قدرت ربي ولادي كويس والاكل مش كويس وتوصل للحكاية لما يكون في احتياجات متفاوتة في العلاقة الخاصة انه هو يحكي الحكايات دي كلها فإيه اللي بيحصل فيبروز الحكاية دي ويكبر احتياجه لان الزوجة بتتحول عنده ساعتها بيحولها الى جسد انه هو متصور انه هو دوت الحل عشان تفضل هي زوجة انه يوجد لها دور في حياته ولذلك احنا لازم نغير الطريقة دي تعال اقول لكم شوية حاجات كده ازاي بيها نتعامل مع التفاوت في الاحتياجات خلينا نقول بحاجة بشكل واضح كده ان التفاوت في الاحتياجات ده يا سادة ده مش هو اللي بتبيني عليه جواز حتى لو حصل فيه تفاوت في الاحتياجات في اول الزواج لازم نعمل ايه لازم نتكلم ولازم نتطور ولازم نتعلم ولازم ننضج يعني اسوأ الرجال اللي هو يكون بيزداد وعي ويسيب زوجته انا على طول بتشكك في الراجل اللي هو يعمل كده ويسيب زوجته على وعيها ده انا ساعتها بحس انه هو ناوي انه هو ما يكتفيش بيها ولزايك ايه اللي حاصل واجب على الزوج في ظل بقى ان هي مش ملزمة وهو مش ملزم والكلام اللي مالوش اي طعم ومالوش اي معنى لا احنا ملزمين ان احنا نطور اهلنا وناسنا ملزم ان انا اطور شخصية زوجتي ملزم ان انا اخليها افضل لان المرأة على ديني خليلي واذا كنت انا بتطور في الوعي انا لازم اطورها يقول لي اذا كانتش هي عايزة الوعي مش بس هو الثقافة الوعي حاجات كتيرة لازم نعملها يعني لو تزوجت زوجتك وهي ما حصلتش على قدر من التعليم لازم تساعدها ان هي تكمل تعليمها مش بس عشان تبقى ام الاولاد مناسبة عشان تبقى كمان بينكم منزلة اعلى في مسألة التوافق فلازم اول حاجة نتعلمها ان كل واحد فينا لابد ان يتفقد اهل بيته ويتفقد احتياجاته انا من الناس اللي بيقولوا لازم نجلس مع بعضه كل واحد فينا على الاقل جلسك كل اسبوع يتفقد احتياجات شريك حياته نجلس كده ايه الاخبار ايه اللي نقصك ايه اللي محتاجاه مبلاش كلمة اللي نقصك لان انا عندي الاحتياجات مش نقص احنا ما كانش متصور ان احنا كنا كاملين فحصل دينا نقص فالاحتياجات اللي عندنا دي مش نقص الاحتياجات صفات عشان نتطور ونبقى احسن عشان ما يجيش حد فينا يبص للتاني باول حاجة لازم نعملها نغير مفهوم الاحتياجات عندنا الاحتياجات مش نقص عشان ما يجيش الراجل يبرر لنفسه ان هو ما عندوش احتياج للاحتواء فيروح لحد تاني يحتويه ولا المرأة ان هي ما عندهش احتياج للاحتواء فتعاقب جزء وتمنعه من انه يعيش حياه مستقرة لا الاحتياج ليس نقصا الاحتياج صفة انسانية مش هتزول عننا خالص لاننا يا ايها الناس انتم الفقراء ويلى الله فالاحتياج مش نقص الاحتياج صفة تحتاج الى ان نديرها فنعمل ايه نتكلم مع بعض عن احتياجاتنا كل احتياجاتنا نتكلم فيها مع بعض يبقى جلسة اسبوعية نسأل بعض انت محتاج ايه ولما انا اعمل حاجة عشان ادير احتياجات شريك حياتي اتأكد ان ده حصل ووصل اليه لما حد يقول لي والله انا محتاج ان الاسبوع دوت انك تقرب مني شوي محتاج ان انت تكلمني محتاج ان انت تقف جنبي محتاج ان الاسبوع دوت على طول نعمل ايه نمتن لي يبقى اول حاجة نصرح باحتياجاتنا تاني حاجة نمتن لما نصرح باحتياجاته بالله عليكم بلاش حكاية يعني انت بتقول ان انت محتاج احتواء اثرت انا معاك في ايه اعوز بالله على هذه الطريقة دي مش طريقة مناسبة يبقى اول خطوة نصرح باحتياجاتنا مرة كل اسبوع الحاجة التانية نقترح ان نقترح الحل ان انا محتاج ان احنا نعمل كذا 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 الحاجة التالتة نمتن لشريك الحياة انه واصرح باحتياجه يبقى بدل التكسير اللي ممكن يحصل لا خد زوجتك معاك وش هخليها تشاركك تالت حاجة بقى ان احنا نعمل ايه نعمل اشكال المشاركة بدل ما تكسرها وتقلمها والضيقها خدها معاك وخليها تشاركك الاشياء عشان ترتفع معاك في الوع خلي زوجك يتكلم مع زوجك في اهتماماتك الحاجة الرابعة بقى نبحث عن موارد جديدة لينا عشان نستثمرها ونوسع اطار حياتنا لان في بعض الاحيين الجانب الاقتصادي لما بيضغط علينا بيخلي الاحتياجات كلها تضرب عندنا حاجة مهمة جدا جدا نختم بيها ان احنا لازم من وقت للتاني على الاقل كل شهر نغير حاجة في برنامج حياتنا لازم نفخر في برنامج حياتنا ونغير في برنامج حياتنا طول الوقت بنغير في برنامج حياتنا بناء على ايه؟ بناء على رسالتنا واهتماماتنا واحتياجاتنا لما نعمل ده انا اظن ان احنا عن نكون افضل واريح وعن نكون كمان بنقدر نوفي احتياجاتنا ما اظنش ان كان الكلام عن الاحتياجات بس كان هيكفي الكلام النهاردة بس الكلام اللي احنا قلناه ممكن نبتدي فيه النهاردة وممكن نفكر كمان ان احنا نزود كلام عن الاحتياجات لان الكلام عن الاحتياجات ده صداع بيبقى في قلب كل واحد لو ان شريك حياته ما بيحسش باحتياجاته بيعتبره ان هو مش شايفه ومش حاسس به وبيعتبر ان هو خارج حياته عايزين ندخل حياة بعض بان احنا نساعد بعض على ان احنا ندير احتياجاتنا ونخلي احتياجاتنا حافز وشغف يخلينا دايما حياتنا تتقدم الى الامام ونفتح ابواب جديدة لحياتنا عشان ننضج وكمان نستثمر علاقتنا وكمان نخرج احسن ما فينا يا رب اجعلنا على الدوام من اهل الاحسان الذين يتقنون ان يخرجوا من الناس احسن ما فيهم يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها اسئلتكم وتفضل الجسر المنور بيننا وبين حضراتكم اللي بيوصلنا بمجالس العلم وان احنا بندخل بها الى حضرة مولانا سبحانه وتعالى على الدوام واول سؤال عندنا النهاردة السؤال من استاذها شيماء من القاهرة تفضلي حضر السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام عليكم من فضلك انا بالوقت انا بقالي سنتين ونص غضانا عند والدتي سنتين ونص غضانا عند والدتك وقابوا البنت ما بيستقلش عليها ولا بيصرف عليها وحاولت ان انا بعتلوا امم ويديه واهله رفضوا وخدوا الحاجة بتاعتي وصرفوها باعوها قالوا لي انت مالكيش حاجة عندنا ودخلت معاه في كسة المحاكم بيقابلني في المحاكم ما بيقولش بنتي عاملة ايه جبت له احكام هربون ما عرفش حاجة عنه لحد مبارح بعثت له ناس من عنده من البلد والدته قالت احنا ما نعرفش حاجة عنه واللي معها تعمله بيش دلوقتي عندها سنتين ونص وهو ما تفكرش انه يتقل عليها طب انا بس السؤال انت سنتين ونص غضبانا عند اهلك كان ايه سبب الغضب والدته واخته والدته واخته وهو فين في العلاقة هو مش عارف يحميني منهم لما والدته واخته تلعوا تهجموا علي وانا حامل حاول يهربني منهم رحمة خليني نطم العسطوح وانا حامل سبب اربع شهور يعني دي عركة بقى اه كان هو مش عارف يحميني منهم واخوه بس هو سؤالي 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 بس عشان بس نفهم لان انا ما عنديش هو مش موجود معايا دلوقتي وانت اللي بتكلميني بس انت بتسأليني دلوقتي ان انا وجه له كلام يا ريت والله انت هو بي انا خلينا اقول لحضرتك حاجة انا اوجه لكم انتو الاتنين للكلام ان معذرة بعد اذن حضرتك كان المفروض ان احنا يبقى عندنا خطوات كتيرة جدا جدا قبل ما نوصل للنقطة اللي احنا فيها دي وحضرتك انا عارف هتقولي ان احنا عملت كل اللي حضرتك هتقول عليه انا اسف يعني احنا لما بنيجي نتجوز بعض ما ينفعش ان الزوجة تقول انا حفظة جوزي لما اجا اقول لها والله يوه يتغير تقولي لا انا حفظة وما فيش امل فما ينفعش تقولي انا حفظة وهي مش عارف المداخل ومش عارف المفاتيح الحسنة اللي ممكن تدخله منها والكلام لحضرتك ولي كل الزوجات حضرتكم لازم نرجع تاني نقرأ حياة زوجة من كديد اللي احنا بنشوفه ده حاجة فوق الوصف احنا الناس كده مش فاهمة يعني ايه اسرة حضرتك بتقولي هو مش قادر يحميني من امه واخته اذا احنا عملنا عركة والعركة دي مش ان حضرتك كنت قاعدة وبعدين هم جووا متهجموا عليك انا كنت شايف ان الاولى حضرتك لو بنتكلم عن الحل ان انت كنت ببساطة خالص ان انت تطبي سكن برا بعيد عن امه واخته مش نعد احنا ندخل في مهاترات ويوصل الحل الى هذا المستوى وعشان ما حدش يقول انت ليه بتكلمها وتقولها كده وهم اللي غلطانين فيها وهم اللي ازينها انا ما سمعتش الطرف التاني لكن خلينا اقول لحضراتكم ان الزوج اللي يسيب زوجته سنتين ونص هذا ليس من قبيل الشهامة وان يضطرها ان ترفع عليه قضية لان هو مش عايز يتصرف ويحمي بيته فهو واقع في تحذير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من انه واقع في اعظم الاسم ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول ليس من خياركم خلونا نمشي بقى مع كلام حضرة النبي ليس من خياركم من يلجئ زوجته للمحاكم ده مش من خيار الناس وليست المرأة من الخيرات اذا ألجأت زوجها ان هو يصارع اهله لازم نغير طريقة تفكيرنا في الاسرة ده مش من العشرة الحسنة لا من الزوج ولا من الزوجة اوعى تحط زوجك في خيار ما بينك وبين اهله واوعى ترمي مراتك من فوق السطح لو الكلام كان صحيح واوعى كمان تخلي مراتك سنتين ونص وما تسألش عن اولادك لا انت هتسأل امام الله سبحانه وتعالى وكمان في العيشة اللي انت عايشها تمحق البركة منك لانك انت ظالم ظالم اهلك لازم الناس لما تعتبر ان المشاكل وانا بحظر الناس وبقول لجي الزوج الكلام ده ليس معنى اني كرة اللهف في المشاكل بدأت تتضحرك ان خلاص وصلنا للنهاية ابدا الرجل هو من يظهر في الازمات تتحمل مسؤوليتك وتحل المشاكلات مش ان خلاص المشاكلات بدأت وخلاص احنا وصلنا للنهاية ابدا الرجال ما بيعرفوش كده لانه معهم مدد من ربنا سبحانه وتعالى واستعن بالله ولا تعجز يبقى انت ارجع وارجع لبيتك وحاول تحل مشاكلك وحاول تفض كل هذه النزاعات عشان اولادك وعشان زوجتك دي ما زالت لحمك ودمك ما زالت انت مسؤولة امام الله عنها فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تلجئها ان هي عتعمل ايه لما هم يحتاجوا يكلوا يشربوا ملقوش ده كل ده وربنا سبحانه وتعالى بينادي عليك عد الي يا عبدي واتق الله في اهلك واتق الله في اهل بيتك ولا تضيعهم فان هذا يغضبني فعليك ان انت ترجع ربنا سبحانه وتعالى معانا الاستاذة وهدى من القاهرة سلام عليكم وعليكم السلام ونحن اطلاله بركاته بقول لها حليك انا عمل تلت اتئلة كده تفضل اولا انا عاوز اعمل بعمل صدقة لوالدي والزوجي مثلا بطلق علي قرصه كده ده يوصل الصواب ولا ما يوصلش وايه صدقة اللي ممكن اعملها لهم لتنين توصل لهم كويس ده اول سؤال تاني سؤال تاني سؤال انا لابسة اسود جزء هيكمل سنة الشهر ده فوقت بتولي حرام لان انا نفسي تتعبين باسود نفسي تتعبين بتولي حرام وكده هاي باسود حرام طيب اكمل ده الحاجة التانية الحاجة التالية الحاجة التالية بقى انا نفسي نفسي الحاجة تزعيني من قلب وجهني او على زوجي اصبر بكمل سنة بس قلب وجهني او ان شاء الله كلهم ما تكروا قلب وجهني جدا ربنا سبحانه وتعالى اهدت اليهاwide انا ما عنديش اولاد كمان فعايش園 واحدة فهدعيه ربنا يسطرني بس مش اكتر انا عدي لك واقولك اهدعيلك واقولك تعملي ايه كمان انت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل يجعل انتقال هذا العزيز عليك ان شاء الله رفعة في درجاتك وان شاء الله يشرح صدرك وان شاء الله يريح بالك ويجعلك ان شاء الله يصل اليك يا عجل البشرى بانه في مستقر رحمتي وان شاء الله يجعل حياتك المقبلة وصل بالله سبحانه وتعالى ومدد وبركة ونور ويفتح عليك أبواب الخير كلها لكي تكون في خير حال إن شاء الله طيب بالنسبة للسؤال التالت ده أنا دعيت لحضرتك وأنا شايف أن حضرتك كمان محتاجة تغيري من حياتك الحاجات بقى اللي كانت مركونة زمان طلعي الأحلام وطلعي الرسالة بتاعتك بتاعت زمان وطلعي الأشياء اللي أنت كنت تركتيها عشان كنت منشغلة بزوجك وخاصة لو كان زوجك مرت في آخر أيام وانت انشغلت به طلعي الأشياء دي وبتدي حياتك مرة تانية وانشغلي به هذا الأمر وغير بالنمك حياتك وابتقي أشياء كتيرة أنت كنت محتاجاها من تلاوة قرآن ومن حفظ ومن دراسة ومن بحث يلا توكري على الله وربنا إن شاء الله هيجعل ده كله نور وبركة وتطيب خاطرك إن شاء الله بالنسبة للأمر التاني أنت لا أنت ليس فرضا عليك أن تظلي بعد الأربعة شهر وعشرة أن أنت تحتدي ومش يلازم للاحتداد بالمناسبة نلبس فيه اسود لخالص فأنت ليه لابسة اسود إذا كان الإسود ده تمأثر على نفسيتك ده أنت كده ممكن يكون حرام عليك إن أنت تلبسيه إذا كان بيأثر على نفسيتك لأن أنت كده بتأذي نفسك وبتلقي بنفسك في التهلكة يبقى خلاص يبقى أنت لازم تغيري دوات وتغيريها عشان كمان عشان أنت مأمورة شرعا إن أنت تحفظ على نفسيتك الأمر الأولاني اللي أنت كنت سألت عنه هي مسألة أن أنت الأشياء اللي أنت بتوزعيها اللي يوصل ثوبها إن شاء الله يوصل ثوبها عشان تتأكد أنها يوصل ثوبها كمان بعد ما توزع الحيات دي قولي اللهم هب مثل ثواب صدقاتي لشريك حياتي وحبيبي أو لشريك حياتي وولدي وإن شاء الله يصل إليه نعم معنا مين معنا الأستاذة فاطمة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاد سامعك يا أستاذة فاطمة بس أتمنى عليك أن أنت توضي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت ماشي أنا طبعا ليا شهرين زعلانة بيت بابايا هو إيه الحكاية؟ الحكاية أن ابن سيلفي جاءت تبلى علي إلا أنا بتكلم على عمامه وعلى سيده وعلى عماته طيب وطبعا راح لما تجي تواجه بالكلام ده بقوله أنا بتكلم بقول إيه والكلام من ده راح أتطور علي وكان عايز يضربني وتف علي وعلى أهلي وساب ساب فيه وكده نعم فطبعا راح جاي جونزي طبعا مشاني نزان يعني وداني عند أهلي وكده فالحد دلوقتي ولا فيه أي سؤال ولا أي عتبار ولا أي حد وجهني بهذا الكلام فأنا مش عارف أعمل إيه وكل معاجي أتأسف له يعني أرن على جوزي وأتأسف له مرة واثنين وثلاثة وأربعة مش قابل للتأسف ويتقبل منهم الكلام متوجه ليش أنا اللي أنا شايفني اللي أنا قلته ولا ما قلتش الكلام ده طيب أنا أقولك تعملي إيه طبعا طبعا إحنا لازم لازم نراعي إن إحنا دايما بنسمع من طرف واحد فبنوجه الكلام بناء على هذا الكلام بص يا ستي أنت لازم يتدخل وسيط بفكرة وجود الوسيط دوت شيء مهم جدا جدا في حياتنا حد يكون حكيم حد يكون صاحب عقل وبصيرة يكلم الشخص ده فالوقت دوت إحنا محتاجين وسيط وهو دوت اللي إن السير في إصلاح ذات البين يقرب العبد من الجنة فانتقي حد حكيم يتكلم معاه وأنا بقول له هو لو سمحت بعد إذن حضرتك اتق الله سبحانه وتعالى في زوجتك أنت يا جماعة الخير في ناس كده بيعملوا حاجات كده تناقضات عجيبة الشكل يقول أهلي وناسي اللي إحنا عندنا نساب وعيلة والأمراتي اللي هي غريبة علينا حبيبي ما بقتش غريبة عليك خلاص بقت زوجتك مش بقت زوجتك وبس عندما ينصرف الكلام عن الأهل في الأدلة الشرعية فبينصرف أول ما ينصرف على زوجتك وأولادك فانت بتعمل إيه فانت حتى لو أهلك لو والدتك أو والدك قالوا لك اترد مراتك من البيت ما تسمعش كلامهم ما تسمعش كلامهم وهذا ليس من بر الولدين فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك بر الولدين فيما يخصهم لا فيما يخصك فيما يخصهم هم وحياتهم أن أنت تريحهم وأن أنت تسعدهم وأن أنت تخليهم مبسوطين هم نفسهم بس أكيد مش من بر الولدين أبدا أن أنت تغضب مراتك شهرين وما تسمع لهاش كلام وتظن أن أنت كده بتعمل حاجة عشان تحافظ على الأسرة على فكرة الكلام ده حتى لو إحنا بنعيشه فأعرفنا هذا عرف فاسد أن الواحد يعمل أن أحد يعمل مقابرة ولا تناقض ما بين أهله وزوجته وأولاده هذا كلام فاسد هذا كلام لا يصح ولا يجوز وأنا بكلم الأهل ما تشجعوش أولادكم على ده وده من المفاهيم اللي إحنا عايزين لنصححها ما بين الناس مش عشان أهلي أرمي مراتي لا أرمي مراتي مين ده هي ديت هي ديت أول شيء هتسأل عنه يوم القيام هتسأل عن أهل بيتك ومن أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول فاتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجته ومبلاشة هذه الأشياء اللي يجب أن احنا نتغير فيها بقى ويجب أن الأهل يبطلوا الكلام اللي في الحقيقة لا علاقة له بمحاسن الشريعة ولا علاقة له بالدين الحنيف أن نؤجج صراعات ما بين الزوجة الزوجة الغريبة علينا والأهل اللي هم عمود النسب لا ده كلام ما فيش أصلا علاقة في الشريعة به فعشين نتقل الله سبحانه وتعالى ونلتزم محاسن الشريعة ولو سمحت تتقل الله سبحانه وتعالى ورجع مراتك وتتقل الله سبحانه وتعالى في زوجتك نعم أستاذ محمد من المنوفية فاطنر سلام عليكم يا مولاني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولاً بتوجه لسيابتك وكل القائمين في المنصومة الجميلة الأزهر بالشكر ووزارة الأوقات بكتل أستاذي الغنابك هو تعليق بسيط بخصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ثانية لو سمحت مسامح حضرتك ثانية واحدة اتفضل يا أستاذ محمد حضرتك حضرتك إحنا بتوجه بالشكر للأزهر ولمزارة الأوقات وكل علماء الأزهر تفضل يا فعلاً حضرتك بخصوص الموضوع حضرتك بتتكلم فيه ده بقى موضوع شائف في كل القرى وفي كل المحافظات في كل الدين فأنا هستعزل حضرتك وليه بكتل تعليق بسيط يا ريت يا نول رعاية سيابتك يعني دي ده حضرتك تبقى خطبة جمعة متواصلة أكتر من شهر أو شهرين لإني دي حضرتك احنا بتتكلم في أساس الأسرة والبيوت والشباب والبنات مش فاهمين يعني إيه زواج وأسرة ورعاية والناس بتعمل مقارنة بين الأهل وبين الزوجة وبتتهدي البيوت وفي السنة الأولى بيحطن خراب كتير فهستعزل حضرتك في دول كتير بتأمل الخطبة بالورقة كاملة موافقة عليها ودارك الأوقات فالموضوع ده حضرتك لو أديتوا رعاية وبقت الخطبة عنوان و70% مطبوع من الأوقات اللي الإمامي قراراها فأنت حضرتك كده تعدك كتير قوي إنك ما تقعدش قاعدة دي وانتفيد ما تفيد بحاجات الشريعة اللي نعمل نستفيد بالحضرتك ببايا في وقت تفيد طيب شكرا يا أستاذ محمد أنا شكل الحضائج لهذا المقترح وهو في الحقيقة شيء مهم جدا وخلينا أقول لحضرتك خلينا أقول لحضرتك حاجة مهمة جمان إحنا من 2014 وإحنا في دار الإفتعال المصرية بنشتغل على برامج للمقبينة على الزواج وكمان فتحنا كمان الكلام عن مسألة إرشاد الزواجي وفي مؤسسات كتيرة في الدولة بتعمل برامج للمقبينة على الزواج فأنا دعوتي لكتير من المؤسسات إن هما يشتغلوا على فكر التأهيل للمقبينة على الزواج مش بس التأهيل المقبينة على الزواج أنا شايف إنه لازم يبقى ديه ثقافة عامة أنا كمان بقول إنه لازم إن الشعب كله يبقى عنده الوعي بمسألة المفهوم الزواج هل مفهوم الزواج تأثر؟ الجواب نعم هل مفهوم الأسرة تأثر؟ الجواب نعم وهل نحن نحتاج إلى ترميم مفهوم الأسرة؟ نعم وعشان كده أحسنت الإدارة المصرية لما خلت جزء من استراتيجية الدولة هو تنمية الأسرة نحن نحتاج إلى تنمية الأسرة؟ نعم وأهم الأشياء اللي إحنا محتاجين لنميها هو ما يسمى بقيم الأسرة أهم الأشياء اللي إحنا محتاجين لنميها محتاجين لنمي إن الأدوار الخاصة بكل حد في الأسرة هي أدوار كرامة مش أدوار صراع وصدام ما ينفعش اللي إحنا بنسمعه ده إن فلان ملزم ولا فلان مش ملزم إحنا ملزمين بالقيم ملزمين بالرحمة ملزمين بالمودة ملزمين بالخير ملزمين بالعبادة ملزمين بالجمال لكن هذا القبح اللي إحنا شايفينه كفايانة قبح وخلونا نقبل على الله سبحانه وتعالى وتبقى العسرة قبلة ومحراب صلاة نصلي فيه مش حلبة صراع نتخانئ فيها ونتصادم فيها ربوا أولادكم على إن الأسرة مكان للسكون مكان للفرح مكان للسعادة مكان للسعة مكان لتقبل الوجهات النظر مجل التنوع مجل المحبة مجل التغاضي ربوا أولادكم على إن الأسرة أوسع بكتير من إن أنت تطلب منها ربح أنت بتطلب منها قرب من الله وبتطلب فرح إذا ما فهمناش إن الأسرة كده إحنا عندنا أزمة كبيرة جدا 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 في فهمنا للأسرة أنا الأوان إن إحنا نفهم إن الأسرة مش شركة بمعنى البزنس الأسرة مولود جديد محتاجين كل واحد فينا يبزل عشان المولود ده يطلع فيه أحسن صحة وأحسن عافية وكمان دي تفتح بيه أبواب السعادة والهنى كل ما هننفق وكل ما هننرع الأسرة كل ما دوتا يكون فيه مصلحتنا كلنا كل ما هنتعافى كل ما هنسعد الأسرة ما تستحقش مننا إن إحنا بنعمله ده الأسرة تستحق مننا إن إحنا نصبر ونرضى ونحاول ونتغير ونتضرب وننضج وكمان نمارس ونبني حياتنا مع بعض ومستقبلنا مع بعض محتاجين نتكلم مع بعض كتير محتاجين نتغاض كتير محتاجين نشوف أحسن ما في الشريك حياتنا ونخرجه إحنا محتاجين إن الأسرة تصبح قيمة وتصبح قيمة لا نتجاوز فيها يا رب الهمنا ووفقنا إن إحنا نحافظ على أسرنا لإن حفظنا على أسرنا وحفظنا على كياننا وحفظنا كمان على قيمنا وعلى قربنا من الله سبحانه وتعالى يا رب الهمنا المدد وجعلنا من أهل ساعة الصدور ومن أهل الرشد ومن أهل الإحسان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بمددك وأمد بيوتنا برحمتك وجودك ومودتك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر